رسميا ونهائيا عمر دياب الهضبة يعتزل ويقول انا مش هغني تاني في الافراح واخر فرح لي اللي انا هحكي لك كواليسه وارقامه دلوقتي لايك وشير واشترك واسمع ماذا قال الهضبة اول حاجة خيانكم متفقين ان اخر واقع اللي قلبت الرأي اللي عام كله ضد عمر دياب وفيه كمان دعوة قضائية بتنظر في هذا الشأن كانت في فرح وليسها في حفلة عمر دياب لما ضرب الراجل بالقلم والدنيا كلها تقلبت كان في احد الافراح اه في المشهد اللي كلنا شفناه واضح ان هو من وقتها كان مكرر انه ما يغنيش في افراح تاني بس اثناء الفرح الوحيد اللي هو غنى فيه اه اليومين اللي فاته واعلن هو نفس الفرح انه هو اعتزل نهائيا الاغنى في الافراح ولولا انه هو غالي عليه جدا ايه صاحب الفرح وابنه والعروسة ما كانش راح هذا الفرح طب مين الفرح ومين صاحبه ومين العريس ومين العروسة بص يا سيدي اول حاجة الفرح كان لبنت رجل الاعمال السوري اللي اسمه باسل سماقيا تمام باسل يا جماعة ده هو سوري ورجل اعمال كبير جدا وهو صاحب شركة كوتونيل احدى شركات كوتونيل المعروف طبعا وده رجل اعمال غاني جدا 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 طب بيتجاوز مين بقى ابن رجل اعمال باسل سماقيا صاحب كوتونيل بيتجاوز بين ابن برضو الاباني بتاع الاساس يبقى كوتونيل طلاقت مع الاباني اتجوزوا بعض في فرح في سفح الاهرامات بحضور عدد كبير جدا من النجوم والمشاهير وكل ندوم الدنيا طبعا ده هو عمر ادياب انه يغني في الفرح هو بيقول انا كنت مكرر ان انا ما اغنيش في افراح تاني ولكن عشان الناس دي غلي علي جدا انا باسل تحديدا صديق وقريب مني مقدرش ما اغنيش في فرح بنته فده اخر فرح لي انا عمر ما اغني في افراح تاني واعتزل نهائيا انه ده بعد رحلة سنين طويلة غنى انت خلي بالك انت عارف يعني اعتزل غنى في الافراح انت عارف كان بياخد كم عقلك يجيب كلم يعني عقلك وانت بتسمع الكلمة دي هو بيضحي بالرقم ده ان هو مش يغني في افراح تاني حتى هو بيمتقي بقى اللي هو ما صفوة الصفوة زهرة الزهرة كان بياخد كم كرر ان هو ما يغنيش تاني اكيد هو حاسبها كده هو مش محتاجها ربنا يرزق كل الناس ولكن طبعا القرار كان قرار مهم جدا ان انا نقاشكم فيه وواضح تماما انه ليه علاقة باللي حصل مع المصفوع من عمر ادياب لما اتقلبت الدنيا كلها بسبب انفعل جوا فرح وضرب بالقلب عاوز اقول لك كمان ان اه الناس كتير جدا اه كانت متفاجأة بالقرار ناس مقايدة والناس بتقول نعم والناس بتقول لأ كان عاوزينه وكده عامري معدي الستين وهي يا جماعة فاعتقد المرحلة دي بالبيزنس اللي عنده بالالبومات بالحفلات بالسفر برة وجوه فيش الافراح يعني اللي هتفرق مع الهدب او عامري دي بيبقى الكار يفرق في نجوميته او في دخله المادي ولكن مبناسبة دخله المادي عدت اقرف اكتر من موقع وجريدة رقم انا مش مستوعبه انا قلت لك كوتونيل والابين ابن ده على بنت ده والله مكتوب كده وانا استغرق لده انا عمل اشوف اقلت هم غلطه ولا ايه قال لك الفرح اللي عن صفحة الاهرامات ده يا جماعة اللي جاي فيه عمر ادياب وكل المشاهير بيغنوا بكلف خمسين مليون ايه يعني الرقم ده عادي جدا لا يا حبيبي ده خمسين مليون دولار اضرب خمسين في تمانية واربعين انت بتتكلم في ربع مليار هل معقولة في فرح يكلف ربع مليار جينيه ربع مليار جينيه الرقم ده مصبوط يا جماعة طب ربع مليار ده اللي هو ايه? رو عملته ايه? قلتوا جايبين مين? بوفيه كان جامل ربع مليار بوفيه كان الاكل كان جامل جدا. هل يعقل ان في حد يسرف ربع مليار جينيه مصري اللي هو خمسين مليون دولار في فرح? اه يعقل يا زيدي ده ابني وده بنتي وده ابني القباني وده بنتي كوتونيل. باسل سمكة يا. ربنا يرزق كل الناس. ولكن الرقم انا شايفه الصراحة يخد قوي. والنوعية دي من التصراحات او الاخبار اللي بتطلع لفرح بيخلص بعدها اربع خمس ساعات. بالكتير. يتصرف عليه ربع مليار في الظروف اقتصادية صعبة كلنا عايشينها دي حاجة استفزازية جدا. فلو الرقم ده كان صحيح والله العظيم سواء خمسين مليون جنيه او سواء خمسين مليون دولار الرقمين يستفزوا جدا. حتى لو حقيقي ما تعلنوش يا جماعة. ما هون ناس يا جماعة لسه بتقول لك الابواب مية وخمسين وتطلع لغاية البيت بمتين ومتين وعشرة. فانا شايف ان الموضوع شوية مستفز في الرقم دوت كل التمنيات بالتوفيق للهدبة. طريق كبير جاهد اللي ينكره. ولكن كان قرار اه اكيد عنده ده وفعه. وانت كمان قلنا رأيك تحت الفيديو دوت انت مع ام ضد اعتزاله الافراح وهلحد كان هيجاوز قريب كان نفسه عمر الدياب يقب يغني في فرحه انت او انت. فبالتالي قال لكم كده قفلها دبة مفتاح مها مكان الوضع. اه وشايفين القرار دوت متأخر ولا بدرب من انه متخطي لاتنين وستين 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 سنة عمر الدياب. وقلونا رأيكم تحت الفيديو بس من فضلك وانت بتقول رأيك. ما تنساش تدعمني وتلايك وتشير وتشترك في القناة.